والباقيات الصالحات خير عيات ربك دواها وخير لبلال ويوم يسير الجبال وترى أرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعلموا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتموا أن لن نجعل لكم موعدا ومنع الكتاب فتاة المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يبادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أصلاح الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وفي العالمين أصلاح لأسلم على تباعد الله وفي العالمين وعلى أبي صاحب يجمعينا بحث يا ربي هئئنا من أمرنا رشدا واجعلنا عودتك العظم لنا سنتا ولا تكلم إلى تدبير أنكسنا فالنفس تعجز عن إصلاحنا فسدا اللهم يمي أسألك وتوجه لك بهذه الساعة الكريمة أن تباريه في هذا اللقاء اللهم اجعله لقاء رحمة الله ومودة الله وقلفة والله اجمع بنا قلوبنا اللهم يس أمعنا ورفضنا بنا اللهم يمي أسألك وتوجه لك بهذه الساعة الكريمة أن توفقنا لكل غير وأن تحفظنا لكل غير اللهم احفظ مغربنا من كائد الكائدين ومكر الماكرين وعن الحاسدين اللهم اجعل مغربنا سخاء رغاء أبنا الأمانة مستقر المستمرة المستهرة اللهم احفظ مغربنا من كائد الكائدين ومكر الفاتق الماكرين وحيدة من فتارين اللهم اجعل مغربنا الشابة المؤاية اللهم احفظ بحفظ يا رحمة الرحمن يا رب العالمين يا رب إني أرى تجريك منشداء مهتهلان ودعيان مستنجداء احفر أمير المؤمنين المهتداء محمد السادسة أزهر محتداء سيطن نبي مصطفى من قد غدا مفقار طب مغريب شاء ونبعداء واجعله للعلم ملاذ منجداء وعلماء كنفاء مغططاء واحفظ به اللهم مات البلداء مرارتان بها جراء ويهتداء واحفظ به مذهبان المسجداء الملكية المرتضاء المشداء فهو الذي بفضله توحداء وغريبنا أقصى قرون عدداء وكان قرب شيعان وغدداء فصار صدقا وحيدان مجنداء اللهم إني أسألت وتوجه إليك أن ترحم الملكين وعظمين المشهدين جرال محمد الخامس والسلام الثاني اللهم إني أسألت أن ترحمهما برحمتك الواسعة اللهم اجعل كل ما قد دفعه من الأعمال الجليلة وجلائل الأعمال من سائح ساتهما اللهم اجعلهما من ساكنته في التوسيل أعلى اللهم برد مصجعهما يا رب العالمين اللهم اقل لهم وحمهما وطيف ورهما وأكرمته وهما اللهم إني أسألك أن تجمعهم بشده من مصطفى في جنة ونهر بمحافة صدق عند ملك المقدير كما أسألك يا ربي ونسع على كل شيء قدير ملك البلاد وملك المغرب وأمير المؤيني الحامش من الللة والدين جلالة الملك محمد السالس اللهم انصره ولا تنصر عليه اللهم وفق للحق وعين عليه والسقه اللهم بغض الصليحة التي تعين على الخير وتدل عليه والفضل اللهم في ولي عهد الأمير جليل والحسن كما أسألك اللهم أن تبارك في سره وشقيته جمع الأمير جليل والغشيك وبارك اللهم في سائل الأمراء وسائل الأميرات والله إني أسألك أن تجعل مغربانا سخارا رخارا أمنا أمانا مستقرا 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 مزدهرا كما أسألك يا ربي بأسمائك الحسنة وسطتك العلاء تبارك في السير وقص العام المحترم يا رب العالمين والله مبارك في عمله ومبارك في أهله ومبارك في أولاده واجعله أخم المعيين مفتاحا لكل خير مخلاقا لكل شاء كما أسأل الله جل وعلى المبارك في استعداد المحترم على مجهوداته وعلى اتصاداته وعلى عمله الجبار صلى الله جل وعلى المبارك في أولاده والمبارك في عمله كما أسأل الله جل وعلى المبارك في أولاده والمبارك في عمله كما أسأل الله جل وعلى المبارك في أولاده والمبارك في أولاده والمبارك في عمله الله محفوهم بحفظك يا رب العالمين رب يستطيع أمورهم وطيرهم حوائجهم الأخوة الذين أحضروا جائحين بعيدين أو من قريبا صلى الله عليه وسلم مع الشيطة واته الله مالك في أعبالهم الله مجعلوا بضيئة وإنسان عساناته الله محاول كل أعباله إلا أنه تقبلتا عندنا يا رب العالمين كما سألوك يا ربي لأنك يصور صبت عن ذلك فيه الله محفوهم بحفظك يا رب العالمين رب العالمين يستطيع أمرا الله فلك لكل خير وحفظك يا ربي أطمامين 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 بفضائل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحكو لله يرد العالمين رب العالمين قد يجدين يأكد وليا يستعين لذين الصراط المستقيم وصراط الذين أحتعليهم وقيمهم المروق عليهم والظالمين آمين سبحانه ربك رب العزة العمالي وقمنا والسلام على القصرين وحفظك يا رب العالمين